كلفة إضافية كبيرة يدفعها البريطانيون نتيجة لدعم لندن للعدو الصغيوني في البحر الأحمر وجزم باستحالة هزيمة القوات المسلحة اليمنية صحيفة ذاسن البريطانية أكدت أن شركات الشحن البريطانية تدفع تكلفة إضافية عن كل سفينة تبلغ في المتوسط أكثر من مليون دولار نتيجة تغيير مسارها بعيداً عن البحر الأحمر بالإضافة إلى نقص في المنتجات وتأخيرات في الوصول لمدة أسبوعين على الأقل وأضافت أن العمليات البحرية اليمنية ضد السفن البريطانية تؤثر على إمدادات الشركات البريطانية الكبرى الصحيفة قالت أن العمليات اليمنية ستجعل المستهلكين في بريطانيا يدفعون قريباً المزيد مقابل أي شيء بدءاً من السيارات ووصولاً إلى الشاي في ظل مفاجآة يتحدث عنها السيد القائد وأشارت إلى أن التحذير بتوسيع العمليات إلى المحيط الهندي يؤثر على السفن التي تحول مسارها باتجاه رأس الرجاء الصالح ونقلت دسان عن محلل دفاعي بريطاني قوله أن المفاجآت والتهديدات التي يجري الحديث عنها يجب أن تأخذ على محمل الجد من جانبها شددت صحيفة هاندلس بلات الألمانية على أنه لا يمكن هزيمة القوات المسلحة اليمنية وقالت الصحيفة أنه على العكس من هدف العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن فقد أدى العدوان إلى تقوية القوات المسلحة اليمنية وزيادة وتوسيع هجماتها بدلا من تقليلها أو التأثير عليها لافتة إلى إصرار ومثابرة اليمنيين على استمرار عملياتهم وأشارت إلى أن القوات اليمنية هي التي تستخدم هجماتها الآن للضغط على الغرب لوقف معاناة السكان في غزة حتى إيقاف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ترجمة نانسي قنقر